السلام عليكم السجن المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لإدانتهم بجرائم حجب السلاع والرشوة أصدرت المحكمة العسكريات حكمها بمعاقب مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عام وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي عزله من منصبه وكذا مصادرة الأموال والأصول العقاريات المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة كما أصدرت حكمها بمعاقب مدير عام مكتب الرئيس إحدى شركات السقار بالسجن سبع سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبت أصحاب الشركات الخاصة بالسجن عشر سنوات بتهمة الطربوح وحجب السلاع عن الأسواق وكانت هيئة الرقابة الإداريات قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين ومدير عام مكتب الرئيس إحدى شركات السقار لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل رشوة من صاحب أحد المطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس الجمهوريات لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحكم على منظومة السلاع التموينية والاستراتيجيات والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم